نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد وشدد المركز على أن نظام المنهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية وأوضح المركز أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي